السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة 12 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج القوس ورحي ظل موجود في برج القوس لغاية الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة من عصر يوم الأربعاء لينتقل بعديها لبرج الجدي طبعا القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورحي ظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الثلاثة لينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما إنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية يبي تحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات برضو يمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ أي زاوية ذروتها ساعة عشر وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو مواجهة برضو بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة خصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني هاي الزاوية بالدل على ولادة الهلال ورح يكون الولادة القمر لجديد الساعة 11 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي طبعا الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية باقي عضاء الجسم ما فيه أي مشكلة للعمليات الجراحية ولكن يعني قدر الإمكان نحاول نبعد عن الأعضاء اللي ذكرناها بالنسبة للعمليات التجميل والحقن ما فيه أي مشكلة حتى للجراحة التجميلية ما زال اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس زي ما حكينا يوم الغد في عنا خلوم مسار بيبدأ الساعة ستة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة عصرا لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا من صباح هذا اليوم بصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش منتحسة بنسبة خمسين في المية الآن في ساعات الفجر منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في القوس حتى يوم ثلاثة اتناش منتحس الآن بنسبة خمسين في المية في ساعات الفجر منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات العصر منتحس بنسبة خمسين في المية عطارت في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبرضو بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون في كثير من النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن بدك تحذر لأنه شوي في بعض العصبية في أوقات معينة وحاول أنك ما تفرض رأيك على الحبيب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلّب ليوني والتفكير الموضوعي وأيضا بدك تحذر من المجازفات والمصاريف المالية وإحذر برضو يعني من بعض الأشخاص النصابين والمحتالين برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن لا تنسوا أن القمر هيك مقابلكم هو جيد للعمل المشترك ولكنها بتظلها فترة سلبية لأن طاقتكم ضعيفة فبتكون الأمور ضاغطة وما بينفعك سواء الصبر والمرونة لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات وإنت الحلقة الأضعف فعشان هي بيرجع اللوم عليك وأنت الخسرون برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالك حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية هو تقريبا أغلب موليد برج السرطان يعني رح يعملوا لوقت إضافي أو يتراكم العمل عندهم ولكن الحذر من خلافات مع زملائكم بالعمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء اليوم في خبر سار أو معلومة بتكون بتنتظرها ولكن برضو حاول قدر الإمكان ما تفرض رأيك على الأحبة وكون مرن جدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة من الأجواء عدائية ومتوترة ممكن برضو يصير بعض الأعطال المنزلية أو المصاريف المنزلية الطارئة لتربكك ركز بشكل جيد وراعي أيضا وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبرضو بتقدروا تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وبتحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا لتوظيف بعض الأموال ولكن بدك تكونوا عاقلين في صرف الأموال لأنه اليوم في رغبة بالبذخ أو المشترة أو الهروب من الواقع ابتهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرد أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ولكن لازم تراجع كل التفاصيل عشان تقدر تحقق أرباح برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم لأن القمر موجود عندكم فبإن كانكم تبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور تشتد عزيمتك ترتفع المعنويات تستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر ولكن بتركيز برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بتسرع عشان هيك بدك تكون روتيني اليوم تنجز أعمالك بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم لأنه اليوم يوم اجتماعي منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديقه منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدي من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها الأجواء اليوم يعني يعتبر بيت السمعة فعشان هيك ما في داعي لا المغامرات ولا للمجازفات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء